اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوطنية الولمبية في تجاوز ومقاومة جائحة كوفيد 19 مؤكدا في الآن ذاته على ان التواصل ظل قائما مع جميع الرياضين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو خلال الجائحة عبر العديد من الندوات والمنتديات الفكرية من خلال الاكاديمية الرقمية السيد فيصل العريشي اكد كذلك على ان اللجنة الوطنية الولمبية كانت وستبقى رهن اشارة الجامعات الرياضية من خلال الدعم والمصاحبة والمساهمة في اعداد الابطال وفي هذا الصدد تحدث رئيس اللجنة الوطنية الولمبية المغربية على المشروع الكبير الذي سطرته اللجنة ويهم اعداد ابطال المستقبل من خلال برنامج جيل 2024-2028 والذي يروم متهيئة الابطال المغربة للالعاب الولمبية باريس 2024 ولوس انجليس 2028 الجنة الولمبية الدور ديالها مهم بالنسبة للرياضة الولمبية وحنا كرياضة تولاتية كتخياتلون كيهمنا بزاف الدور ديالجنة الولمبية اللي هي داعمة لنا ودائما كيواكبنا وكيسيروا معنا هما سير التواصل مع الوزارة الوصية دوك الرئيس اعطانا واحد خريطة الطريق كيف العادة ديالو وحنا جيد سعاداء انه الجنة العام داس واحد دورف جيدة اللي كان اهم هو كلمة الرئيس فيس العريشي كانت مشحونة برسائل ايجابية اللي نلاحظوه ان رؤساء الجامعات اللي ما كانوش كيددخلو انا الدخلو كل شي نوه بالكلمة ونوه بالمشاريع اللي يجعين بها المكتب التنفيذي ديال اللجنة الولمبية وعطت نقاط لدارست انها تعطي واحد مستقبل الرياضة الوطنية محطة الجامع العام لللجنة الوطنية الولمبية لعامي 2019 2020 تميزت برسالة بعت بها عبر الفيديو رئيس اللجنة الولمبية الدولية السيد طوماس باخ اشهد خلالها بالدور الكبير الذي بدله السيد فيس العريشي ومن خلاله اللجنة الوطنية الولمبية في انجاح المشاريع الرياضية في ظل جائحة كورونا كما اشهد طوماس باخ بالاكاديمية الرقمية قبل ان يضرب موعدة لجميع بعد اسابيع في الالعاب الولمبية بطوكيو الصيف المقبل الاشغال تواصلت بتلاوة التقريرين الادبيين لسنة 2019 وسنة 2020 ولذين رصد اهم المحطات التي تألقت فيها الرياضة الوطنية كما تم تقديم شريط فيديو يعزز العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية الولمبية بعد ذلك تم تلاوة التقريرين الماليين لسنة 2019 و2020 وتقرير مدقق الحسابات المصادقة كانت بالاجماع على جميع التقرير باب النقاش فتح امام رؤساء الجامعات حيث اشهد الجميع بالضور الريادي الذي ما فتأت تبدله اللجنة الوطنية الولمبية وابدل جميع انخرطه في المشاريع المستقبلية اليوم ممكننا نقول بأنه كان صحوار رياضية وبالتالي هذا تزيد قونا وتزيد بينا لأن المملكة المغربية واللجنة الوطنية الولمبية رغم أنها تتقوم بالواجب منصوص عليه في القانون ولكن أصبح منتوج مغربي وهذا منتوج مغربي تنتقاسمه مع الإخوان دينا في أقول بأن استشراف محطة 2024 و2028 تتم وفق هذه الستراتيجية وهذا المنظور التاقب الذي يلبي الرغبة الكبرى والهدف الأكبر الذي ما فتئ يقدمه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إنعاش الرياضة لكي تكون هي الرافعة أو هي الطفرة التي تحقق رفاهية الشعب المغربي من خلال جسم ريادي يعانق العالمية وفي الختام تم التلاوة برقية الولاء والإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس النصر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة